السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا خامس اليوم يمزنا نأخذ الدرس الثاني في مادة التربية الاجتماعية والوطنية وهي الحقوق والواجبات طبعا من الوحدة الأولى حقوق المواطنة وواجباتها الآن نتحدث عن الحقوق التي يجب أو يجب أن يتمتع بها المواطن طبعا والواجبات التي يتترتب على المواطن فما هو حق للمواطن واجب على الدولة وما هو واجب على الدولة هو حق للمواطن وما هو حق للدولة هو واجب على المواطن إذن علاقة تكاملية بين الدولة والمواطن من حيث الحقوق والواجبات من حقوق المواطن حق الانتخاب المواطن الأردني إذا بلغ سن الثامنة عشر يحق له أن ينتخب من يمثله في مجلس النوى وأيضا حق المأوى والمسكن أنه يحصل على مسكن صحي آمن مستقر أيضا يحصل على التعليم فجعل الملك طلال بن الحسين رحمه الله جعل التعليم الزانمي ومجاني لكل فئات المجتمع الأردني أيضا حق الصحة أن يحصل المواطن الأردني على العلاج والدواء وأيضا أهم حقه هو الحياة والأمن أن المواطن الأردني تتوفر له الأمن والاستقرار الآن ما هي الواجبات التي تترتب على المواطن بعد أن يحصل على حوقه أولا أنه يدافع عن الوطن الذي يعيش في كنفه وأيضا أنه يؤدي على الأعمال بأمانة وإخلاص لأن الدين الإسلامي وهو دين الدولة يدعو إلى أداء العمل بأمانة وصدق وعلى أكمل وجه أيضا الالتزام بالقوانين وأنظمة الدولة أيضا المحافظة على الممتلكات العامة امتلكات العامة الحضائق الشوارع أنه ما ننخربها ما نتلف المقاعد الدراسية مثلا أو مقاعد موجودة في الحضائق ما نكتب على الجدران سواء في الشوارع أو في المدرسة إلى آخره التدام بدفع الضرائب المترتبة على المواطن أيضا احترام حقوق الآخرين إذا احترم المواطن غيره فإنه يقابل دائما الاحترام باحترام مثله وهيك يا خامس من كون أن هنا الدرس يعطيكم العافية